أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن العوامل الاستفزازية في الشؤون الدولية لا مكان لها في العلاقات بين روسيا وتركيا مؤتبرا أن الكرد لهم الحق في المشاركة في مستقبل سوريا وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره التركي بشأن القضية الكردية لأنه في حال لم يوجد هناك تنسيق بين جميع الأطراف المعنية لحل القضية الكردية في سوريا فلن يكون هناك نتيجة نهائية مضيفا أن الشعب الكردي هو جزء من شعوب سوريا متعددة القوميات وله حق المشاركة في العمليات السياسية وإيجاد مكان في مستقبل سوريا وأي عمليات يجب أن تنسق مع جميع الأطراف المعنية